كان وزير الخارجية سمح شكري رئيس مؤتمر الدورة 27 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 27 قينا قد أعلن مدى فعاليات مؤتمر قمة المناخ حتى غد السبت وأكد شكري أن نتائج قمة المناخ ستكون بناء وتسعى لتحقيق أهداف جميع الأطراف مشيرا إلى تجارب الرئاسة المصرية للقمة مع مقترحات مختلف الأطراف سعيا لتحقيق تقدم على مستوى واسع على صعيد العمل المناخي العالمي لا أزال ملتزما باختتام هذا المؤتمر غدا باختتاما منظما على أن تصدر عدد من القرارات التوافقية الشاملة والطموحة والمتوازنة هذه عملية تقودها الأطراف ونتائج عملنا ستكون شفافة وشاملة وأنا أعلم الظروف الحالية وأنا أعلم أيضا إرادتكم للالتزام بالتوصل إلى حلول ترجمة نانسي قنقر